السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك كريم ومرحبا بكم معنا في شهوة جديدة مشهوة اوم شمس اليوم ان شاء الله سنحضره مع بعض بوراك التركي بطريقة مغربية او لا بلمسة مغربية كي يجي هائل هائل في المضاق في الحشوة دياله ولا في العجي اللي كي يجي مقرمش بلا قياس فنمشيو المقادير وطريقة التحضير فبالنسبة المقادير ديل البوراك ديل نتليوم ستحتاجوا في 500 جرام ديال طحين فورس يكون مغربل ستحتاجوا في قبيصة ديال الخميرة الفورية او الخميرة الخبز قبيصة صغيرة فقط ودائم ايلا كالجو يكون الى كنبرد فكنعملو فيها كنضيفها لقبيصة الخميرة إذا نجد سخون فلا من نعملها يعني قبيصة صغيرة فقط نحتاج صشي لاليفوغشيميك أو الخميرة الكيميائية 7 جرام نحتاج شوية الملحة ونحتاج معلقة صغيرة السكر حبيبات أو السكر سنيدة بشع تنالون لهذا العجين ونحتاج الماء دافئ بشع نجمع العجين دينا مزيان هادو هما المقادير مشيو دابال طريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير كان ناخد البول دينا ممكن دائما نعجنه باليد كان ناخد البول كان نعملو في دقيق الفورس كان نعملو في القبيصة دينا الملح كان نعملو في لاليفوغشيميك أو الخميرة الكيميائية ومعلقة صغيرة دي السكر حبيبات وقبيصة دي الخميرة الفورية كان نعملو الماء الكافي وكان نعجنه جيدا حتى كنتحسطو على هادو العجين هادو لكيف ما عد شوفو يعني كيكون كي تلصق من الضروري ومن يعني الاساسيات في هادو العجين هادو لانه كي يجي بحل ورقات كي يجي رائع بزاف غير هو خصنا يكون يعني خفيف يكون العجين خفيف كي ما كتشوفو غادي نجمعو باليد دينا يعني نحاول ان ينجمعو وغادي ندهنو بالزيت النباتي وغادي نعملو في واحد البول كيف ما كتشوفو اللي غايكون بالدور ديالو مدهون بالزيت نباتي وغادي نغطيه ليه ونخليه يرتاح واحد خمستاشر دقيقة على الاقل فهدي اول حاجة يعني كنخليه يرتاح على جنب وغادي نمشيو باش نوجدو الحشوة ديالتنا على ما يرتاح لنا العجين فبالنسبة للحشوة اول حاجة غا ناخدو الشعرية الصينية ديالتنا هنا استعملت يعني الباكي الصغور اولا الخنيشة الصغورة ديالتنا الشعرية الصينية اغان نعمل معاها في واحد البول الماء ساخن اولا الماء غليان على هات الشكل حتى كنغطيها تماما غادي نغطي عليها وغادي نخليها على جنب حتى كتنفخ وكتتتصوب معانا اغان مشيو نكملو كما كتتشوفو فهنا الشعرية الصينية ديالتنا هي في الماء طيب والعجين ديالنا هو كيرجع او لارا هو كيرتاح وده بندوزو الحشوة هنحتاجو فاد الحشوة ديتنا تليوم نحتاجو حبة ديال الفلفل اصفر مقطعة فلفل اصفر احمر مقطع وفلفل اخضر كذلك بصيلة واحدة متوسطة مقطعة مكعبات غريعة خضرة محكوكة هنحتاجو شوية ديالتنا زيتون مقطع وغان نحتاجو خيز زوبة واحدة او لجزارة تايم حكوكة غري صغيرة وغان نحتاجو حك ديال الشامبينيون مصبار صغير على هاتشكل فبالنسبة للفلفل فعملت كل نوع منو حبة واحدة متوسطة تلحجم هنمشيو دابا باش نقدو او لباش نطيبو هاد الحشوة ديالتنا ففوق النار او لفوق بوطا كنعملو المقيلة ديالتنا فيها شوية ديال زيت نباتي وغان نبدو باول حاجة هي الباصل هنزلو البصيلة ديالتنا باش تدبال على هاتشكل هنبقو نحركو فيها احتكد بالدبال لينا ونضيف عليها ونضيف عليها شوية ديال اللي ما الحكي مشته نخليها احتكد بال شوية ونضيف عليها الفلفل بثلاثة يعني الصفرة والحمراء والخضرة فهنا نتو مع الحساب اللي متوفر في البيت ممكن نستعملو غير الخضرة بوحدة من بعد ما كندبال لنا شوية ديالك الفلفل كنضيف الجزر ديالنا المحكوك وكنضيف كذلك القريعة الخضرة وكنحرك مزيان هاد المكونات هدي من بعد كنضيف جوج معلقات صغار ديال المعدنوس اللي كنت عملت معاكم في البيت يعني الطريقة الاحتفاظ به وكنضيف شوية ديال سكنجبير شوية ديال خرقوم وشوية ديال البزار وغان نحرك هاد المكونات كاملة مزيان وهنا ممكن انكم تضيفو التحميره الى كتبغيها او البابريكا كذلك ممكن تتعملو الفلفل الحار او الهريسة كيبقى هاد شي كله على حساب الدوق غاد نضيفو الزيتون ديالنا ونحرك جيدا هاد الشكل وهنا غاد نضيف مبعد ما كتشحر كل شي كنضيف الشامبينيون ديالنا او الفتر المقطع المصبر مقطع وهنحرك كل شي هاد العناصر هادي جيدا فهاد الحشوة كدي صراحة هائلة فيها الخضار فيها جميع العناصر اللي ممكن اننا نستفدو منها وفدك البعد نوس اللي كنت عملت معاكم فكي اعطاه واحد البناء رائع حيت فيه التومة وهتلقاو ان شاء الله الوصفة اللي بقي ما اجربهاش او لا بقي ما اجربش هتلقاوها في صندوق الوصف فهنا من بعد ما تشحر لنا العناصر كاملة غادي نضيف دبا الشعرية الصينية اللي تصفيناها مزيان وقطعناها على هاد الشكل فكتنفخ يا الله كتعطي على حسب الحشوة اللي عندنا غادي نحرك جيدا على عفية مهيلة باش هاد الشعرية الصينية تشرب لنا هاد العناصر كاملة هاد النكهات كيف ممكن انكم تعملوا في المال اللي عملنا فيها تعملوا فيه واحد ضويمة ديال ديال الحوت انا هنضفت واحد الحكيك ديال طون صغير هنحرك كل شي ونحطاها على جنب الرجعو دابن العجين ديالنا اللي يرجع يعني اه اللي يرتاح كيف ما شتو فمني كيرتح كيعطنا الطوح كنعودو نجمعوه غا شوية وكندهنوه مرة اخرى بالزيت وغادي نقسموه كريات هنالكريات تعملت على حساب الرغبة وش بغيتو هدك البوراك التوركي يكون كبير او لا صغير انا هنالك هنالكريات متوسطة هادين بقام ستمر ها هتين نكمل العجين ديالي كامل هادين شكل هادا غادي ندهنوه بالزيت نباتي مزيان وغادي نغطي عليه ونخليه يرتاح مرة اخرى ديال عشر دقايق احتى الخمسطاشر دقيقة من بعد ما ارتاح لي العجين كيف ماشته فكندغط عليه كيعطيني الطوع هنحتاجو شوية ديال الزبدة مدوبة نحتاجوا شوية دي الزيت وغنحتاجوا الحشوة ديالتنا بالنسبة هنا للزبدة فانا استعملت الزبدة مارغارين دوبتها عفوان دوبتها في العافية مهيلة وغادي نبدو نشكلوا البوراك ديالنا بطريقة سهلة كيف مشتو فالعجين كي يعطينا الطوع وكيكون صراحة هائل فهناك المشتو دائما كنضغط على واحد القريصة وكنغطيها وكنخليها هيلي كتكون تبعي او للتانية فكي يسهل علي العجين وما كيبني كنبدا نفتحه كي يعطينا الطوع ما كيبداش ارجع كيف ما غا تشوفو فكنستعن في الاول بالزيت النباتي يعني كنبدا نعمل شوية ديال الزيت النباتي وكنبدا نفتح في العجين ديالي غيب شوية بشوية على هاد شكل هادا فهنا بلاست يعني الحشوة اللي عملت فيها الطون ممكن تستعملوا الكفتاء ممكن تستعملوا دجاج او لادان دفنتوا ما يعني على حسنا اللي متوفر عندكم فهنا كمشوف الاشياء البسيطة اللي غا تكون ان شاء الله متوفر عن جميع السيدات وانتي يعني كت الحشوة فكتضيفي الاشياء اللي متوفر عندكم وكتحبي فهنا من بعد ما فتحت العجين ديالي مزيان غا ندهنوا بشوية ديال الزيت اللي دوبنا دائما زبدا مارغارين فكتعطي واحد طورق هائل لعجائن على هاد شكل هادا كنحاول انني ندهنها مزيان وغادي ناخد الحشوة ديالي على هاد الشكل وغادي نعملها على شكل بودان او اللي بشكل طولي على هاد الشكل هادا وهنا لكتتحكموا يعني في البودان ديالكم مش بغيتوه يكون اه رقيق او لا يكون عامر مزيان فانتو ما كتتحكموا فيه وهنا كنجمع الجوانب هانتو ما غا تشوفو كنجمع هذا الجانب الايمن مع الايصر على هاد الشكل باش الحشوة ما كتخرجش لنا في الفرن وكننبدأ ونروليو على هاد الشكل هادا او لا كنجمعو العجين ديالنا بهاد الشكل فانا بنسبة الحشوة ممكن تضيفو الفروماج حمر او للفروماج اللي كنت عملت معاكم الاقتصادي كيف ممكن تعملو الفروماج ساندويتش في فوسط من البودان فكنتبقى دائما اضافة الاحساب الرغبة كننروليو على هاد الشكل هادا حتى كنتحصلو على واحد البودان كيف ماشتو على هاد الشكل كنحاولو نجبدو غي شوية باش ما تقطعش لنا العجينة ودائما الحشوة تكون باردة مزيان وكنحطو على جند بصافحة الفر اللي تكون مدهونة بزيت نباتي عادي نناخدو كويرة واحد اخرى ودائما كنبسط واحد لو كويرة وكنحطا على جند باش كتكون يعني مرتاحة كتر وغادي نبدأ نستمر في الفاتح ديال العجين ديالي بهاد طريقة كنحاولو العجين ديالنا نفتحوهم زيان فباش مفتحنا العجين كيعطينا واحد طريقة وقرمشة هائلة فغادي ندهن مرة اخرى بالزبدة او الا بالزبدة اللي دوبنا الزبدة مغغاغين وغادي نوضع مرة اخرى بنفس الشكل الحشوة في طرف العجي فاميك كنحط الحشوة ديالي كنحاول نقدها تكون قد قد وكنجمع دائما الجوانب ديال العجين ديالي يعني الايمن دائما هالطريقة هدي كتخلي ان الحشوة ما كتخرش لنا في الفرن كي يبقى بش شكل ديالها وكنجمعو على هاد الشكل هادا وكنجمدو نرولي والعجين ديالنا فطريقة صراحة جيد سهلة بسيطة وكي يجيو هائلين صراحة كي يجيب حلم عاملا بالورقة البسطيلة بواحد القرمشة هائلة كنحاول دائما نقد البودن ديالي ونجبدو غي شوية فقط يعني عندكم باش ميتقطعش معاكم العجينة وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجين ديالي كامل على حساب شحل بغيتو ديالي بودن او لا يعني شحل قدش بغيتو هاد البوراك التوركي انا هنا عاملو معاكم بجوج اشكال ان شاء الله فاكماشتو كنستمر بهاد الطريقة يعني كنوضع الحشوة ديالي من بعد ما دهنت فتحت العجين ديالي مزيان ودهنتو بالزبدة وكنجمع دائما الجوانب ديالي ونه فهاد الجوانب كما شتو بحال هاد شكل كنعود ندهنو مرة اخرى وكنجمع العجين على الحشوة بهاد الشكل فهاد الحشوة راها اقتصادية صراحة كتخرج تبارك الله يعني كتخرج حشوة تبارك الله بكيميا كتيرة فبالنسبة للشكل الثاني كناخد الكويرات ديالتنا اللي عملت صغار فانا في اللول عملت كويرات متوسطين وكويرات صغار هاد الكويرات صارت دور ديالهم تاوما دهنتهم بالزبدة بالزيت عفوا وغنفتحهم جيدا على هاد الشكل يعني دائما نفتحوا العجين مزيان وندهنوه بالزبدة هاد الشكل انا هنا الزبدة معبارة لحال راها عودة الجمدات وغنوضع الحشوة ديالي في الوسط ديال العجين وغنبدأ نجمع بحال لا بغيت نجمع كميميسة على هاد الشكل هارا كنجمع اطراف العجين بهاد الشكل وكنناخدها بهاد الشكل هادا كيف ماشته كنحاول نرولي العجين ديالي يعني ندوره بهاد الشكل وكننحط هديك الكميميسة وكننجمعها على نفسها كيف ماشته هكا فقط عطينا كميميسة يعني زوج جميلة في الشكل على هاد الشكل هادا هنعود معكم الطريقة يعني كنناخد الكويرا ديالتنا كنفتحوها مزيان بهاد الشكل وكما شتوف العجين صراحة كيجي هائل هائل بزاف كيجي مقر مرمش وكيجي يعني صراحة كيجي رائع فغندها دائما بالزبدة المدابة وغازي نوضع الحشوة ديالتنا في وسط العجين حال هاد الشكل ونحاولو نقدو وكننجمعو الأطراف ديال العجينة بهاد الشكل هادا حال هاد الشكل نوضعوها حال هاتشكل عشكل كميميسة نحاولو نفتحوها في اليد ديالنا هكا وكنرولوها يعني ندورو هادك الكميميسة او لديك الكورة نضوروها وكنوضعو العجينة في هكا وكننجبدو هادوك الجوانب نحاولو نجبدوهم باش كيغطاولينا لتحت ديال العجين او الحشوة ما كتخرش حال هات الشكل هادا كنحاولو نجبدوهم مزيان ونجمعوهم من اسفل العجين وها هي الكميميسة ديال النوج دات ضايقة جد زهر فغانوضعوها تشكيلات كاملين في صفيحات الفرن وغادي ناخدو اسفر بيضاء نضيفو عليها معلقة ديال الكيتشوب ومكين نضيفو عليها معلقة ديال اللاسوس باربيكيو او الخرقوم او اللاسوس سوجا فباش تعطينا واحد لدة وكندهنو هاد الاشكال اللي عملنا كف ما اشتو الورف البوراك هنا فحطيت يعني جميع هادوك الليبودان ديالنا وحدا الاخرى وحتى دوك الليبودان صغر او الليبودان كبديك الطريقة وغادي ناخد دابا الزين بعد ما دهنتهم بذك الصفر ديال البيضاء والكيتشوب غادي ناخد يعني زنجلن الابياد كذلك البافو وكذلك الزنجلن العادي وغادي نعمل بهاد شكال هادو وغادي ندخلها للفرن حتى الطيب مزيان فمن بعد ما كالطيب كتجيع لهاد الشكل هادا فصراحة كتجيع هائلة فممكن قبل ما تدخلوها للفرن انكم تقسموها يعني تحاولوا تتراسيوها باللبسكين او لا تقسموها انا حبيت اني نخلي على هذا الشكل هادا فانتوما انا بغيتو تقسموها كتقسموها قبل ما كتدخلوها للفرن وفاش كتخرج عوتاني كتعودو تقسموها بطريقة جيد سهلة فكتجي صراحة انها الى لف الشكل دي الى ولف المادق كتجي واحد القرمشة فيها رائعة وعلى فكرة فممكن انكم ما تدهنوها بصفرة البيض انا بغيتها تعطيني للدكتر فهي كتجي مقرمشة يعني بدون ما تدهنوها بصفرة البيض ممكن تدهنوها غير بالزبدة اللي بقات لكم يعني بقات الزبدة المدابة كتعودوا تدهنوها مرة اخرى وكتدخلوها للفرن حتى هي كتجي رائعة وهانتو ما شوفو يعني كتجي ورقات هكك الحشوة الداخل وورقات مكينش لعاجين ابدا ورقات فقط بحلع منها بالورقات البسطيلة فانتمنى الوصفة اليوم اتنا الاعجاب ديلكم والاستحسان ديلكم ودائما ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على سر لايك والجرس باش تصلوا دائما بجديد القناة كانت معكم اوم شمس والا وصفة مقبلة بإذن الله الى اللقاء